لمزيد من التفاصيل تنضم معنا من منطقة العيرونية في الشمال لبناني مراسلة الإخبارية مارسل كرام مارسل ما الجديد لديك بشأن توزيع المساعدات للأشقاء السوريين؟ في الواقع أنهت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا منذ قرابة الساعة تقريبا تقديم مساعداتها للنازحين السوريين في هذه المنطقة هي قدمت 500 حصة لمئات العائلات السورية النازحة ولأن حجم النزوح كبير جدا هنا يعني هنا قرابة 5000 عائلة سورية تسكن في هذه المنطقة بالتالي الحاجة كبيرة جدا لمساعدات الحملة الوطنية السعودية ولهذه الغاية وعدت الحملة الوطنية السعودية بأن تعود من جديد إلى هذه المنطقة وهي حددت بالتحديد يوم السبت القادم للقاء جديد يجمع الحملة مع النازحين السوريين في هذه المنطقة ولكن أيضا للوقوف على أهمية هذه الحملة وما تم تقديمه معنا الآن السيد معمر أسعد وهو عضو في المجلس البلدي وأيضا رئيس لجنة النشاطات فيه نسألك بداية مرحبا بك بداية ونسألك كيف تقيم تقديمات الحملة الوطنية السعودية لنازحين السوريين في هذه المنطقة حقيقا هي المساعدات اجت بوقتها بالظروف الشتوية البردي اللي بتشهدها المنطقة والشتي اللي اجا بقى نحنا كنا نعاني كتير ويلجأولنا لناس انه بدن مساعدات بقى الحمد لله اجد المساعدات من الحملة الوطنية السعودية ومشكورة دولة السعودية بشخص مالكة وأفرادها والعائلة المالكية كلها يطون وحتى الشعب السعودي على هالمكرومة لأنه بالفعل الحاشات عم توصل لكل الناس المحتاجة يعني نحنا منطقة مكتزة بالنازحين وما لنا قدرى البلدية نحنا نغطي لو لا المكرومات اللي عم تجي من مساعدة السعودية وغير السعودية بقى نتشكرهم باسم أهالي مرياطة وحتى باسم النازحين على المكرومة هاي دي يعني اليوم تحدثت عن ظروف طقص صعبة جدا في المنطقة اليوم تحديدا ما تقدموا الحملة من بطنيات وكسبة شتاء قدى فعلا قادر تكون خير معين للنازحين في هذه الظروف الصعبة المناخية يعني حقيقة هي بتسكر قسم كبير من يعني إذا واحد ما قادر يتغطي لبطانية صار عنده واحدة تانية يعني حقيقة هاي دي يعني ملفتي إنسانية جدا مشكورين علي كل اللي ساهموا فيها ونحنا بيدورنا كبلدية يعني منتشكر كل اللي ساهموا اللي ساعد لأنه احنا حقيقة منحس بالوجع اللي عيحس فيه المواطن النازح السوري أخونا اللي هو موجود عنا والظروف القاسية من الشتي وغير الشتي اللي إجا وكيف كانوا يلجأوا لنا وتمكننا يعني حقيقة نعجزين عن تقديم المساعدات هاي دي بقى الحمد لله في فضل الله إجت هاي المساعدات ومشكورك كل ما نساهم فيها وأهلا وسهلا فيكون ونتمنى يوم السبت كمان تتوزع لباقي الحصص لباقي المحتاجين لأنه الحقيقة نحنا كل ما منشوف محتاج يعني نشعر نحنا بيغصى أنه مش قادرين نساعده بقى إجا من نساعده هذا نشكر الله أنه خير عمل إجا لأنا يعني في هذا الإطار بغضون أيام قليلة ستقصد الحملة هذه المنطقة مرتين يعني هذا يدل على رعاية المملكة للنسحين السوريين ماذا يعني اليوم أن تقصد المنطقة مرتين في غضون أقل من أسبوع يعني حقيقة هي الحاجات الموجودة والعدد النازحين الموجودين نحنا عندنا هون بقضاء صغرطة وأكبرهم بمرياطة يعني هون اللي احنا موجودين فيها بقى هيدا نشكر الله أنه التأمين يلتألهم يعني ويسد حاجاتهم لأنه نحنا إنسانيا إنسانيا الحملة هي عم تشتغل إنسانيا واخلاقيا يعني مع الشعب اللي بيهوي بيحاجي نحنا بنعرف دور المملكة ما بس بالدول العربية بكل أنحاء العالم بقى كيف إذا كانوا من أشقاءنا العرب بقى هني مشكورين جدا على اللي عملوه اليوم وحقيقة يعني ما فيني وصل شكري أنا لأقلهم كلتهم لأنه أنا شفت الفرح بعيون الناس لما كانوا عيغدوا البطونية أو عيغدوا الحصة التانية حقيقة يعني شيء يشكروا عليه ونعمة الإنسانية هيدي والله يديم كلفة على الخير لأنه حقيقة حقيقة وصلت المساعدات اليوم أنا أمو مرة بشوف لأشخاص اللي بتستحقها والحمد لله يعني نحنا اليوم حتى التنظيمين قدرنا ننظمها وكانت المساعدات عم تتوزع بطريقة مظبوطة واللي كان عنده غلط بالرقم أو شيء كان يتصحح بكل هدوء وما في أي مشاكل شكرا لألك إذن نحن كنا معكم من هذه المنطقة حيث وزعت الحملة الوطنية السعودية دفعة كبيرة من مساعداتها الحملة تستكمل في الأيام القادمة أيضا مساعداتها واللافت أنها ستقصد يعني في اليوم الواحد أكثر من منطقة على سبيل المثال للحصر غدا ستتواجد الحملة في جبل لبنان غدا الثلاثاء في جبل لبنان لتوزع ألف حصة للنازحين السوريين إلى تلك المنطقة وأيضا في الوقت نفسي سيكون هناك فريق آخر من الحملة في منطقة بعلبك لتوزيع 750 حصة من البطنيات وكسوة الشتاء وغيرها من تقديمات الحملة الحملة أيضا تواصل تقديماتها طوال هذا الأسبوع لتنطلق الأسبوع القادم أيضا بدفعة جديدة لإيصال مساعداتها في أسرع وقت ممكن إلى كل محتاج إليها نعم رأسية الإخبارية مارسي الكلم شكرا جزيلا